اختتمت اشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الافارقة لتقييم التنمية التي استضافها مجلس المستشارين على مدى ثلاثة ايام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث تم التأكيد خلالها على استعداد المملكة لدعم جميع المبادرات الجادة وذات المصداقية الرامية الى خدمة قضاء القارة الافريقية اعتقد ان هذا اللقاء اليوم يأتي بعد كوفيد ويأتي كذلك بعد توقف لسنتين عن شغال هذه الشبكة اعتقد ان بالخلاصات الاساسية هو دعم دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية اساسا وخاصة السياسات المرتبطة بالتنمية اللقاء شكل مناسبة جد مهمة لبلورة نموذج افريقي جديد للعمل البرلماني يتوخى تعزيز آلية التنمية على الصعيدين الوطني والقاري وايضا دعوة البرلمانات الافريقية لمواجهة جميع التحديات المرتبطة باجندة التنمية المشتركة بطريقة مبتكرة واقعية وعملية خصوصا في ظل سياق التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر